اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والقواعد المحاسبية وعندنا طرق كتير جدا او حوالي خمس طرق بتستخدم في جرد الاصول السابتة منها طبعا طريقة القسط السابت وطريقة القسط المتناقص وهناك طرق اخرى لكن احنا هنركز على طريقتين طريقة القسط السابت وطريقة القسط المتناقص الاصول السابتة عزاء الطلاب فيها خاصية مهمة جدا وهي ان قيمتها بتقل نتيجة الاستخدام والمبلغ اللي اطنقص به الاصول السابت ده يمثل مصروف لابد انه يحمل على نفس السنة المالية اللي حدث فيها هذا المصروف يبقى انا اول جزئية عندي مهمة ازاي اقدر احسب مصروف الهلاك الاصل السابت سواء كان بطريقة القسط السابت او بطريقة القسط المتناقص يبقى اول جزئية عندي عزاء الطلاب ازاي اقدر احسب مصروف الهلاك اللي هو مقدار ما يتناقص به الاصل السابت سنوي يعني المبلغ اللي هينقص به الاصل السابت سنوي طبعا احنا ما نقدرش نحدد تحديد دقيق فاعلي لقيمة مصروف الاهلاك الاصل السابت يعني المبلغ اللي هينقص به الاصل السابت فبنلجأ له طرق تقدرية وهي طبعا عندنا عدة طرق زي ما قلنا عندنا طريقة مثلا اللي هي طريقة القسط السابت ودي بتفترض ان الاصل السابت قمته بيتنقص أو بتقل بمعدل سابت سنوية طريقة تانية وهي طريقة القصة المتناقص ودي بتفترض أن السنوات الأولى من الأصل السابت أو السنوات الأولى من عمر الأصل السابت بتستفيد أكتر من السنوات التالية بمعنى أننا لما اشتري آلة جديدة أول سنة هستفيد منها أكتر السنة التانية لها مقدار الاستفادة هيئل عن السنة الأولى السنة التالتة مقدار الاستفادة هيئل عن السنة التانية وهكذا بتكون السنوات الأولى من العمر الافتراضي او العمر الانتاج او العمر المقدر للاصل السابت بتستفيد اكتر من السنوات التالية لها وهكذا ازاي بنقدر نحسب مصروف الاصل السابت ايا كان الاصل بقى وفقا لطريقة القصة السابت وطريقة القصة المتلاقص واصر جرد الاصول السابتة على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي في البداية ازاي طلاب بعد ما بنحسب مصروف الاهلاك الاصل السابت سواء بطريقة القصة السابت او بطريقة القسط المتناقص او باي طريقة اخرى ولكن احنا هنركز فيه منهجنا ومنهج المحاسبة المالية على طريقة القسط السابت وطريقة القسط المتناقص هنشوف بعد كده اثر بقى جرد الاصول السابتة على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي خلونا الاول في قيمة الدخل بتظهر المصروفات التي تخص السنة من مصاريف الاهلاك الخاصة بالاصول السابتة بقيمة الدخل ضمن المصروفات او بيخصم منه يبقى مصروف الإهلاك اللي هيحسب بأي طريقة ويخص السنة المالية الحالية هيحمل لقيمة الدخل في نفس العام ضمن المصروفات اللي تخص الفترة المالية أما بالنسبة ليه طبعا الجزء الثاني اللي هو الأثر على قيمة المركز المالي وطبعا بتظهر الأصل السابت أو بيظهر الأصل السابت أو بتظهر الأصول السابتة بتكلفتها التاريخية تبقى طبعا لمبدأ التكلفة التاريخية طيب مبدأ التكلفة التاريخية في مبادئ المحاسبة أو في القواعد المحاسبية بيقولي بيقولي أن دايما لازم أي مبالغ تصرف على الأصل السابت تضاف لقيمة هذا الأصل بمعنى الأصل السابت أنا اشتريته في تاريخ معين مثلا لكن اشتريت سيارة بمئة ألف جنيه بعد كده أنفقت عليها مصروفات رأس مالية احنا وضحنا في سابق أن المصروفات الرأس مالية دي مصاريف تتعلق بالأصل السابت تنفق على الأصل السابت فتؤدي إلى زيادة كفاة الانتاجية أو طاقت الانتاجية أو تزود عمره الافتراضي أو عمره الانتاجي يبقى احنا دي اسمها ايه اسمها الأصول أو الأصول السابتة ودي اسمها النفقات الرأس مالية يبقى تكلفة الأصل السابتة هي عبارة عن سمن شراء الأصل مضاف إليه جميع المصروفات الرأس مالية عن المصروفات اللي تنفق على الأصل فتؤدي إلى زيادة عمره الافتراضي أو قيمته أو كفاة الانتاجية يبقى عندنا أول حاجة لازم أظهر الأصل السابت في قيمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية اللي هو تكلفة الشراء زائد المصروفات الأخرى طبعاً أنا هيجيلي الرقم الخاص أو المبلغ الخاص بتكلفة الأصل السابت في ميزان المراجعة هتعامل معها لأنه التكلفة التاريخية للأصل بطرح بقى من الأصل السابت طبعاً مجمع إهلاك الأصل طيب احنا كده ظهر عندنا مصطلحين جداد وهو مصروف الإهلاك قلنا أن مصروف الإهلاك هو عبارة عن المبلغ اللي بيتناقص به الأصل سنوياً يعني على سبيل المثال السيارات اشتريت تبمية ألف جنيه بعد سنة السيارات بقت تساوي تسعين ألف مثلاً لو اعتمدنا على طريقة عادة التقدير يبقى في الحالة دي عزاق الطلاب إيه لا يحصل هيحصل عندي أني قيمة الأصل السابت بدل ما كانت مئة ألف أصبحت تسعين ألف نتيجة أني فيه مصروف إهلاك عشر تلف جنيه طيب مصروف إليك هنوضعه فين هناخد مصروف إليك نضعه في قيمة الدخل ضمن المصروفات طيب وبالنسبة للأصل على قيمة المركز المالي هناخد على طول تكلفة اللي هم المئة ألف هنضعه في قيمة المركز المالي ضمن الأصول السابتة السيارات ثم نطرح منهم مجمع الإهلاك إيه المقصوب بقى بمجمع الإهلاك إحنا قلنا أن مصروف الإهلاك هو المبلغ اللي بينقص أو بيقل به الأصل السابت سنويا نتيجة سببين إما الاستخدام يعني المنشئة بتستخدم هذا الأصل أو إما التقادم إيه المقصوب بالتقادم عزيزي الطلاب اللي هو أن الأصل طبعا أصبح قديم فيه موديلات جديدة ظهرت أو تم إصدارها بعد الموديل الأديم يعني كان عندي مثلا موديل للسيارة مثلا سنة 2020 بعد كده نزل موديل جديد في 2021 الموديل الجديد ده هيؤدي إلى تخفيط قيمة الموديل الأديم للسيارة نفس السيارة إذا حتى ولو لم تستخدم السيارة يبقى الأصول السابتة زي السيارات والأساس والألات والإيداد والأدوات قيمتها بتنقص يعني بتستهلك لسببين إما الاستخدام إن احنا بنستخدمها أكيد طبعا الحاجة اللي بنستخدمها قيمتها تقل مش هتبقى بنفس تمن الجديد وكل ما تزيد فترة استخدامها قيمتها تقل طبعا عن مسيلتها اللي لم تستخدم نفس الكلام بالنسبة للتقادم يعني الأصل مستخدمش خالص ولكن مثلا طلع عليه موديل اللي أحدث منه فهذا الموديل هيؤدي إلى إن الموديل السابق له يكون قيمته تقل أو مبلغ شراءه يقل عن الإصدار الجديد أو الموديل الجديد اللي احنا هنشتريه طيب يبقى إحنا عندنا مصروف الهلاك طب إيه مجمع الهلاك بقى إذا احنا قلنا إن المصروف الهلاك هو المبلغ اللي بينقص به الأصل السابق سنوي يعني لو كل سنة مثلا على سبيل المثال لو افترضنا إن احنا هنستخدم طريط القصة السابق إن كل سنة الأصل ينقص مثلا بعشر جنيه بعشر جنيه وليكن يبقى دسمه العشرك دسمها مصروف الإيلاك هيحمل كل سنة على قيمة الدخل أو هيظهر ضمن مصروفة قيمة الدخل تمام طيب ومجمع الإيلاك مجمع الإيلاك بقى مقدار ما تناقص به الأصل السابت من تاريخ امتلاكه وحتى آخر يوم في حياة هذا الأصل وجودا في المنشاة يعني مقدار مجموع ما تناقص به الأصل السابت من تاريخ شراءه وحتى تاريخ إعداد قيمة المركز المالي في السنة الحالية لو افترضنا إن احنا في 31,12,20 2022 يبقى مجمع علىق الأصل السابت من يوم ما نشترناه إلى 2021,20,21,20 22 اديني مثال لو قولنا إن السنة الأولى من عمر الأصل الأصل هنا أصب 10 جنيه ده مصروف إيلاك والتانية لو افترضنا إنها قصة سابت 10 جنيه 10 جنيه يبقى مصروف الإيلاك كل سنة في السنة الأول 10 في الثانية 10 في التالة 10 في الربع 10 لو افترضنا إن عمر الأصل 4 سنين يبقى كل سنة مصروف الهلاك بينقص بكام بينقص الاصل بيستهلك بكام بقيمة مصروف الهلاك اللي هو عشر جنيه طب مجمع الهلاك للسنة الاولى هيبقى عبارة عن مصروف الهلاك السنة الاولى يعني انا هسأل نفسي سؤال الاصل السنة دي نقص بكام هقول بعشر جنيه طب والغاية النهاردة لغاية يوم 31-12 بعد في قيمة المركز المالي نقص بكام في اول سنة هيبقى عشر جنيه يبقى مصروف اهلاك السنة الاولى بيساوي مجمع اهلاك السنة الاولى نيجي للسنة التالية مصروف اهلاك مش هتغير وفقه لطريقة القسط السابت مصروف اهلاك هيبقى 10 جنيه لكن مجمع الاهلاك هيبقى عبارة عن مصروف السنة الحالية مصروف اهلاك للسنة الحالية زائد مجمع اهلاك السنة السابقة احنا في السنة التانية لو تفتكر السنة الاولى كان مجمع اهلاك كم 10 جنيه السنة دي مجمع الاهلاك اللي هو السنة السابقة زائد مصروف الاهلاك السنة الحالية اللي هو 10 جنيه يبقى مجمع الاهلاك السنة التانية هيبقى كام هيبقى 20 جنيه وهكذا يظل مجمع الاهلاك سنويا يزيد بمقدار مصروف الاهلاك يبقى السنة التالية اللي هي السنة التالتة هتبقى 20 اللي هو مجمع الاهلاك السنة التانية زائد 10 جنيه اللي هو مجمع الاهلاك السنة التالتة هيبقى 30 جنيه سنة الرابعة هناخد بالنا عزيزي الطلاب اني مصروف الهلاك هيبقى عبارة عن مجمع عليك السنة التالتة اللي هي السابقة لا اللي هو 30 جنيه زائد مصروف الهلاك السنة الحالية اللي هو 10 جنيه بكده مجمع عليك السنة الرابعة هيكون 40 جنيه دفع على افتراض اني مصروف الهلاك 10 جنيه سابت لمدة 4 سنوات الحتة المهمة عزيزي الطلاب ان الاصل السابت بيبقى له احيانا قيمة تخردية او قيمة بقية في نهاية عمره أو قيمة غير قابلة للإهلاك يبقى أنا عندي كذا مصطلح المصطلح الأول اللي هو مصروف الإهلاك اللي هو مقدار ما يتناقص به الأصل السابت السنوي المصطلح الثاني وهو مجمع الإهلاك اللي هو مقدار ما يتناقص به الأصل السابت منذ تاريخ شراءه وحتى تاريخ إعداد قيمة المركز المالي في 31-12 المصطلح الثالث عزيزي الطلاب هو القيمة التخريدية أو القيمة الباقية أو القيمة غير القابلة للإهلاك طبعا إحنا لو جينا تكلمنا عن السيارة السيارة في نهاية عمرها الافتراضي ممكن يبقى قيمة الخردة بتاعتها أو حديد تبع كخردة تديني مبلغ وليكن مثلا ألف جنيه الألف جنيه هذا هو أن يعتبر قيمة غير قبل الإهلاك ووفقا لطريقة القسط السابت لابد أن تستبعد هذه القيمة من قيمة أو من تكلفة الأصل السابت اللي هي تكلفة ترخيان الأصل عند حساب مصروف الإهلاك عندنا طريقة طبعا زي طريقة القسط المتناقص بتهمل القيمة التخريدية للأصل طريقة القسط السابت بتاخد القيمة التخريدية للأصل السابت عند حساب مصروف الإهلاك في الاعتبار أما طريقة القسط المتناقص بتهمل عند حساب تكلفة أو عند حساب مصروف إهلاك الأصل السابت طبعا بتهمل القيمة التخريدية بأسمها قيمة التخريدية أو بيطلق عليها القيمة الباقية أو القيمة الغير القابلة للإهلاك هو طبعا جزء من تكلفة الأصل السابت يمثل جزء غير مستهلك أو هو قيمة الأصل السابت أو القيمة البيعية للأصل السابت في نهاية عمره المقدر أو الإنتاجي أو الافترات تعالوا عزائل الطلاب احنا تعرفنا على مجمل أو شكل عام لجرد الأصول السابت تعالوا نتكلم على الطريقة الأولى وازاي نقدر نحصل مصروف الإهلاك وفقا لأي أصل سابت وفق طريقة القسط السابت ثم نتكلم بعد كده إزاي نقدر نحصل مصروف الإهلاك وفق طبعا طريقة القسط المتناقص ناخد بالنا والركز لأنه دي جزئية مهمة جدا وبتيجي دايما في الاختبار على أثر طبعا جرد الأصول السابتة على أثر جرد الأصول السابتة على القوائم المالية لكن قبل ما نروح للطرق ناخد بالنا عزيزي الطلاب أن هناك بعض الأصول غير قبلة للإهلاك يعني بعض الأصول زي الأراضي مثلا الأراضي لا تستهلك ولا بالاستخدام ولا بالتقادم الأرض غير قبلة للإهلاك ولا بالاستخدام ولا بالتقادم عندنا الأرض طبعا ما نقصدش هنا الأرض اللي فيها بطرق نحن بنتكلم الأرض العادية الأرض الزراعية وهكذا لا تستهلك ولا بالاستخدام ولا بالتقادم عندنا طبعا مصطلح مهم وهو مصطلح العقارات اللي بيشمل طبعا قيمة المباني مع قيمة الأرض يعني العقارات يعبر عن مبنى زائد أرض فلو كلمنا عن العقار يبقى لابد ان انا اعرف تكلفة المباني كام لان المباني قبلة للإهلاك اما الاراضي غير قبلة للإهلاك تعالوا في البداية نتعرف على الطريقة الاولى وهي طريقة القسط السبت يعني الكلام عزيزي الطلاب على طرق إهلاك الأصول السبت او طرق حساب مصروف الإهلاك للأصول السبت احنا طبعا عندنا طريقتين الطريقة الاولى عزيزي الطلاب وهي طريقة القسط السابت طيب وفق طريقة القسط السابت بحسب مصروف إهلاك ميم يعني مصروف مصروف إهلاك الأصل ازاي اول حاجة ممكن يديني معدل وممكن يديني ايه يديني عمر الأصل طب لو داني معدل يبقى هجيب التكلفة التاريخية للأصل التاريخية للأصل طبعا هنا أصدر الأصل السابت ودي بيكون موجودة فين؟ في ميزان المراجعة يعني قيمة الأصل السابت في ميزان المراجعة هي عبارة عن التكلفة التاريخية للأصل بقول على طول بطرح منها أو باستبعد منها القيمة التخريدية اللي هي قيمة الأصل في نهاية عمره أو القيمة البيعية للأصل السابت في نهاية عمره في لو داني معدل يبقى هضرب في المعدل اللي هو في عين على ميزاني أحضر أقدر قيمة مصروف إهلاك الأصل السابت وفق لطريقة أو من طرق الإلاك وهذا طريقة القصة السابت أول حاجة بجيب تكلفة الأصل اللي هي التكلفة التاريخية للأصل السابت بستبعد منه القيمة التخريدية ولو مديني معدل يقول لي مثلا يستهلك 10% 11% 5% بضرب في المعدل اللي هو اللي يكون 10% بفق 10 على 100 بعد طرح القيمة التخردية من التكلفة التاريخية طيب هو ما تدنيش قيمة تخردية للأصل يبقى خلاص يبقى القصل ملوش قيمة تخردية بيبقى مش كل الأصول السابتة يكون لها قيمة تخردية الأصل اللي له قيمة تخردية بس تبعد من التكلفة التاريخية واضرب في المعدل عالمية طيب ممكن يديني ايه تاني عزيزي الطلاب بدل ما يديني معدل يقول لي أن الأصل بيستهلك على 10 سنوات 5 سنوات وكذا طيب أنا في الحالة دي أعمل إيه؟ يبقى أجيب التكلفة التاريخية للأصل أيضا للأصل السابت طبعا ناقص القيمة التخريدية طبعا في لا ده أنا عندي عمري بها أسم على خبالك بقى هأسم على الايه؟ هأسم على العمر الإنتاجي أو العمر الايه الافتراضي وده بيكون عمره مقدر للأصل السابت يبقى وفقا لطريقة القسط السابت مصروف إيه لك الأصل السابت بيساوي التكلفة التاريخية للأصل السابت ناقص القيمة التخردية إن وجدت في المعدل العالمية ولو يديني طبعا أعزيزي الطلاب عمره إنتاجي أو عمره افتراضي أو عمره مقدر اقتصادي للأصل السابت على طول بجيب التكلفة التراخية استبعد منها القيمة التخردية يعني قيمة الأصل في ميزان المراجعة على بعد ما استبعد منه القيمة التخردية أقسم على العمر الإنتاجي أو الافتراضي يبقى أنا كده حسبت ومصروف إلاك وفقا لطريقة القسط السابق طيب أنا عايز إيه تاني جماعة عزاء الطلاب عايز حاجة مهمة جدا مجمع الإهلاك بقى ما احنا قلنا عندنا مصروف الإهلاك ومجمع الإهلاك هل مجمع الإهلاك طريقة حسابه هيختلف من طريقة لطريقة يعني هل مجمع إلاك يختلف من طريقة القسط السابق عن طريقة القسط المتناقص لا مجمع الإهلاك هو عبارة عن مصروف السنة الحالية اللي أنا حسبته بأي طريقة حسبته بطريقة القسط السابق أو حسبته بطريقة القسط المتناقص زائد قلنا مصروف السنة ليه الحالية مصروف إهلاك الأصل السنة الحالية زائد مجمع إهلاك السنة السابق طبعا أنا هجيبه منين مجمع إهلاك السنة السابق بيكون موجود في ميزان المراجعة طيب لو رحت لميزان المراجعة وما لقيتش اصل له مجمع اهلاك دي معناه يا عزيزي الطلاب لو ما لقيتش للاصل السابت مجمع اهلاك في ميزان المراجعة ده معناه ان دي اول سنة يستهلك فيها الاصل السابت لاني عدم وجود مجمع يعني الاصل ما تحسبش له قبل كده مصروف اهلاك يبقى مجمع اهلاك السنة السابقة لو لقيته مش موجود في ميزان المراجعة مش مجمع السيارات على سبيل المثال ما لهاش مجمع عليك فين ما لهاش مجمع عليك في ميزان المراجعة يبقى في الحالة دي اول سنة تستهلك فيها الايه السيارات يبقى اخب بالل ان دي نقطة ايه نقطة مهمة وفي الحالة دي عزاء الطلبة يكون ايه هيكون مصروف اهلاك السنة الاولى ما دي اول سنة تستهلك فيها الاصل بيساوي مجمع اهلاك السنة الاول احنا هنشوف الكلام ده بشكل عاملي لكن خليك معايا ان مجمع الاهلاك هو عبارة عن مصروف إهلاك السنة الحالية زائد مجمع إهلاك السنة السابقة اللي هو موجود في ميزان المراجعة ما كانش موجود في ميزان المراجعة يبقى في الحالة ديت أعزاء الطلاب دي أول سنة يستهلك فيها الأصل وهنجد إن مصروف الإهلاك بيساوي مجمع الإهلاك لنفس السنة اللي هي السنة الأولى لإن ديت طبعا في حالة إنه ما يكونش عند رصيد لمجمع إهلاك في ميزان المراجعة تعالوا معايا بقى نشوف مجمع إهلاك الأصل السابت لأي سنة لأي سنة وبأي طريقة ده بيساوي إيه مصروف إهلاك الأصل السابت للسنة الحالية اللي احنا عايزين نجيب فيها المجمع زائد مجمع إهلاك الأصل السابت للسنة الصابقة طيب أكون موجود ده فين؟ يكون موجود بميزان بميزان المراجعة اللي هو هجي لي في السنة الايه؟ في السنة الحالية طيب يبقى فضل عندي إن أنا عايز أشوف بقى الأثر على القوائم الأثر على القوائم المالي خليك معاية بقى وركز كده أثر جارد الأصول السابتة على القوائم المالي الأثر ده مش هختلف من طريقة لطريقة أيضا زي ما قولنا إن طريقة حساب المجمع مش هتختلف من طريقة القصة السابت لطريقة القسط المتناقص ايضا الاسر على القوام المالية مش يختلف من طريقة لطريقة فخليك معايا بقى لو روحنا لقيمة الدخل افترضنا ان احنا عندنا واحد هوت قائمة الدخل في 31-12 هنجد هنا في القسم الخاص بيخصم منه هنوضع كل مصاريف الاهلاك اي مصروف اهلاك للسانة حالية هضعه فين في قيمة الدخل ضمن المصروفات في يخصم منه طيب لو روحنا لقيمة المركز المالي قائمة المركز المالي في 31-12 هنجد عندي طبعا ضمن الاصول السابتة هكتب اسم القسط وليكن لو عند السيارات بقول السيارات واكتب تكلفتها في ميزان الايه المراجعة اللي هي التكلفة التراخية للسيارات وقوم ناقص مجمع اهلاك السيارات مثلا طيب مجمع عليك السنة الحالية اللي انا حسبته يبقى احسب مجمع عليك السنة الحالية اطراحه منين من قيمة السيارات ومجمع عليك السنة الحالية هيكون عبارة عن ايه هيبقى هيظهر في قيمة في ميزان المراجعة للسنة التالية يبقى مصروف الايهلاك حساب مؤقت يقفل في قيمة الدخل وينتهي بانتهاء السنة المالية اما مجمع عليك فهو حساب طبعا دائم بيظهر طوال فترة تواجد القصل في لدى المنشأة وحتى تتخلص المنشأة من القصل اما بالبيع او بالاستبدال يبقى عندنا على كده عزيزي الطلاب اثر جرد الاصول السابتة على قيمة الدخل ان المصروف ايا كانت الطريقة اللي يحسب بها هيظهر ضمن المصروفات في يخصم منه في قيمة الدخل وان الاصل السابت هيظهر بتكلفته التاريخية اللي هي قيمته اللي بيجي لك في ميزان المراجعة زي ما هنشوف مطروحا منها مجمع اهلاك السنة الحالية اللي احنا حسبناه عبارة عن مصروف السنة الحالية زائد مجمع اهلاك السنة السابقة اقولنا عزيزي الطلاب ان مجمع اهلاك السنة السابقة هو عبارة عن مجمع اهلاك السنة السابقة بيكون موجود طبعا فين بيكون موجود في ميزان المراجعة للسنة الحالية لأن مجمع لك حساب دائم يظل يظهر حتى يتم التخلص من الأصل السابت يظل يظهر فيه بيزان المراجعة حتى يتم التخلص من الأصل السابت إما ببيعه أو باستبداله بأصل آخر تعالوا نشوف تمرين على جرد الأصول السابتة ونبين أثر جرد الأصول السابتة وفقا لطريقة من طرق جرد الأصول السابتة وهي طريقة أو طرق حساب إهلاك القصة أو حساب إهلاك الأصل السابت وهي طريقة القصة السابت تعالوا معنا التدريب الأول بيقول لي استخرجت الأرصدة التالية من دفاتر منشأة الطارق في 31-12-2021 وجايب لي 99 ألف جنيه عزيزي الطلاب صاف المبعات بعد كده جايب لي 95 ألف جنيه تكلفة المبعات لاحظ معي أنه جايب لك صاف المبعات جاهز وجايب لك تكلفة المبعات جاهز يعني أنت هتترحم من بعض عشان تجيب مجمل للإيه الدخل هو إما يكون ربح أو إما يكون خسارة بعد كده جايب لي سيارات 55 ألف 60 ألف جنيه أساس 10 ألف جنيه آلات 3000 جنيه مجمع إهلاك أساس 200 ألف جنيه عقارات و10 ألف جنيه مجمع إهلاك مباني وبعدين بيقول لي وعند الجرد تبين ما يلي واحد تستهلك السيارات بمعدل 10% والقيمة التخردية لها 5 ألف جنيه وكذا بالنسبة للأساس نقطة جردية أخرى للآلات نقطة جردية أخرى للمباني وبعدين بيقول للمطلوب بيان الأسر على القوائم المالية وهنا يقصد طبعا قيمة الدخل وقيمة المركز المالي في 31-12-2021 طيب أنا هبدأ إزاي أزاي الطلاب ده جزء من كل يعني ده مش ميزان مراجعة كامل ده جزء أو بعض الأرصدة الخاصة بميزان مراجعة منشأة الطارق أنا لازم طبعا عشان أجيب أسر حاجات دي مش هعمل بقى قيمة الدخل كاملة ولا هعمل قيمة مركز المالي كاملة أنا هعمل تميز حل صفحة ثم بعد كده عزيزي الطلاب أبتدي أسطر جزء من قيمة الدخل الخاص بالمعلومات اللي الموضحة اللي عندي في التدريب اللي هو جابهولي أو التمرين وكذلك أيضا هسطر الجزء الخاص بالأصول السابقة هو طبعا الجزء الخاص في قيمة المركز المالي تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة وعلى طول هنعمل صفحة لتمهيد الحل تعالوا معايا هنقول في تمهيد الحل طبعا هنحسب بقى الاهلاك ثم بعد كده بعد ما نكتب تمهيد الحل هنروع على طول بقى نسطر طبعا كده قيمة الدخل وخلينا المراتي هنعمل لك قيمة الدخل وقيمة المركز المالي جنبه بعد كده عشان تخب بالك احنا بنعمل ايه وايه الأثر على القوائم المالي فخلينا نفترض ان الصفحة بتاعتنا دي صفحتين مثلا وليكن وقادي يسيد قيمة الايه الدخل على اليمين طبعا انت في الكرس اللي جابها تعمل صفحتين صفحة قيمة الدخل وصفحة قيمة المركز المال وبعدين نسطر كمان صفحة كده او نسطر قيمة الايه قيمة المركز المال يبقى انا عندي على اليمين قيمة الدخل اخب بالي ماعملش تداخل وعندي على اليسار قيمة الايه قيمة المركز المال قادي قيمة الدخل وبعدين نروح بقا نسطر قيمة المركز الايه المالي انا ممكن اعمل الكلام ده كل جزء فين في صفحة خاصة به ويخب بالك معايا ادي واحد هنكتب كده واحد قائمة الدخل في واحد وتلاتين اتناشر عشرين واحد وعشرين طبعا دي خاصة بمشيئة الايه الطارق وهنكتب هنا طبعا اتنين قائمة المركز المالي في واحد وتلاتين اتناشر عشرين اتنين وعشرين ابتدي بقى اعزائي الطلاب كده واحدة واحدة انا عندي هنا ببدأ في قائمة الدخل خب بالك انا كده دي صفحة ودي صفحة عشان الدنيا ما تتلقبطش معاك يعني ما ينفعش ان ايه اه يمنفعش ان احنا ايه نقربهم من بعد اكتر بكده ده جزء خاص بقائمة الدخل وده جزء خاص بقائمة المركز المالي فركز معايا طبعا ببدأ في قائمة الدخل هنا لو ترجع للتمرير التاني يقول لي عندي صافي المبعات وتكلفة المبعات يبقى انا هبدأ في قائمة الدخل بايه بصافي المبعات صافي المبعات ناقص تكلفة المبعات عشان اجيب يا عزائي الطلاب عشان اجيب مجمل الدخل طب انا كان عندي صافي المبعات كام ارجع كده معايا للتمرير صافي المبعات تسعة وتسعين الف جنيه طب و تكلفة المبعات خمسة وتسعين الف جنيه بقول تسعة وتسعين الف ناقص خمسة وتسعين الف خبالك ان صافي المبعات اكبر من تكلفة المبعات وبالتاليب عندي مجمل ايه برافو عليك مجمل ربح مجمل ربح كان بقى تسعة وتسعين نطرح منهم خمسة وتسعين تفضل اربعة تلاف جنيه انا عندي مجمل ربح 4000 جنيه ابتدي بقى ارجع للنقاط الجردية وخليك معاها لان النقاط مهمة لازم تقرأ النقطة الجردية اللي وجبها لك بتركيز وتجيب طبعا مصروف الاهلاك ومجمع الاهلاك ثم بعد كده تجيب اثر الكلام ده على قيمة الدخل وقيمة المركز المال فاول نقطة عندي بيقول لي ايه تستهلك السيارات بمعدل 10% والقيمة التخريدية لها 5000 جنيه واحد يقول لي طبعا هو ما قاليش هنا دي طريقة القسط السابت ولا طريقة القسط المتناقص انا هقولك على حاجة طبعا ما حدد ليش طريقة للاهلاك يبقى على طول استخدم طريقة القسط السابت يبقى اول حاجة هنتفع عليها ما قاليش او ما حددش لي طريقة الاهلاك يبقى استخدم على طول طريقة القسط السابت يبقى ليه لان الاصل انه استخدم طريقة القسط السابت معادة ذلك لازم ينصلي على الطريقة اللي استخدمها يبقى لو قال لي مثلا زي ما شفنا كده في المثال تستالك السيارات بمعدل 10% والقيمة التخردية لها خمس تلاف جنيه بقى في الحالة دي على طول هو ما قال ليش بأي طريقة يبقى هاستخدم على طول إيه هاستخدم طريقة القسط السابت وليس الطريقة القسط المتراقص اللي احنا هنتعرف عليها بعد كده يبقى على طول أجيب أقول لي بقى مصروف إهلاك أول نقطة جردية عنده أقول مصروف إهلاك هنتكلم على السيارات يبقى مصروف إهلاك السيارات ده هيساوي هيساوي ايه عندي بقى بيساوي تكلفة تاريخية للسيارات كام نرجع لمزان المراجعة فوق وبص كده معايا فوق خالص هوت كتب للسيارات بكام 55000 جنيه شايفها يبقى دي التكلفة تاريخية للسيارات يبقى يكتب على طول 55000 جنيه مرافع عليك بعد كده هطرح منها القيمة تخردية تبقى هو منديل قيمة تخردية بيقول لي تستهلك السيارات بمعدل 10% والقيمة التخردية لا كام 5000 جنيه بقول 55000 جنيه تكلفة تاريخية للسيارات ناقص 5000 جنيه قيمة تخردية قال لي بمعدل 10% بيضرب في 10 عالمي انت بقى بالقال الحزبة بيدوك كده 55000 ناقص 5000 يساوي هيديك كام 50000 جنيه هطرح ضرب 50000 جنيه في 10 عالمية يطلع كام معاك الحزبة برافع عليك 5000 جنيه يبقى مصروف إيلاك السنة الحالية للسيارات 5000 جنيه لازم احسب بقى المجمع اللي هو مجمع إهلاك السيارات للسنة الحالية ده هيساوي ايه هيساوي مصروف إهلاك بتاعت السنة الحالية اللي انا حسبته اللي هو طلع كام 5000 جنيه اهوت زائد مجمع إهلاك السنة الايه السابقة طب خليها الاول ناخد ايه مصروف الإهلاك اللي انا حسبته ده هو بتاع السنة ده اقول هيدخل في مجمع إهلاك الايه السيارات واقول زائد زائد ايه بقى مجمع إهلاك السنة الايه السابقة تم مجمع لك السابقة دي يكون موجود فين في ميزان المراجعة تعالوا نرجع كده للتدريب اللي معانا أو التمرير اللي معانا الخاص بمنشاة الطارق تب إحنا عندين هنا مجمع إلاك سيارات دور كده معايا سيارات سيارات مفيش غير سيارات بخمسة وخمسين ده مفيش مجمع إهلاك سيارات ده معنى إيه طالما مفيش رصيد لمجمع إلاك السيارات في ميزان المراجعة ده معنى أن دي أول سنة تستهلك فيها السيارات وطالما أنها أول سنة تستهلك فيها السيارات يبقى مصروف الإهلاك للسنة الأولى يساوي مجمع إهلاك السنة الأولى طيب أنت حسبت مصروف إهلاك كام؟ خمس تلاف جنيه يبقى مجمع إلاك السيارات للسنة الأولى كام؟ برضو خمس تلاف جنيه عشان كده أنا هكتبين أقول زائد سفر ليه سفر؟ لأن دي ما لقيتش عندي رصيد لمجمع إهلاك الأصل السابت اللي هو السيارات في الحالة بتاعتنا؟ في ميزان المراجعة وده معناه عزيزي الطلابين أن دي أول سنة تستهلك فيها السيارات يبقى على طول هيبقى المجمع للسنة الأولى خمس تلاف جنيه أيضاً. يبقى مصروف إهلاك السيارات للسنة الأولى الخمسة ومجمع خمسة مصروف إهلاك السنة الأولى يساوي مجمع لك السنة الأولى أنا هو ما قالش إن هي السنة الأولى أما أنا عارفت منين؟ طالما ما ملاقيتش رصيد لمخصص أو لمجمع الاهلاك في ميزان المراجعة زي السهرات ما شفنا يبقى في الحالة دي اول سنة يستعلك فيها اول سنة يستعلك فيها الاصل السابت وبالتالي مصروف الاهلاك السنة الاولى لاي اصل سابت يساوي مجمع الاهلاك السنة الاولى او مجمع الاهلاك يساوي للسنة الاولى مجمع الاهلاك السنة الاولى يساوي مصروف الاهلاك الاصل السابت للسنة الاولى طب انا عايز اظهر بقى اصر النقطة الجردية ديت على الايه على القوائم المالية انت خدت بالك ان مصروف اهلاك السيارات كام 5000 ومجمع عليك السيارات كام 5000 تعال بقى اروح كده مع بعض كده واحد واحدة والروح على قائمة الدخل وقائمة المركز المال هاجف قائمة الدخل وفي الجزء الخاص بايه بيخصم منه بعد ما مجيب مجبل الربح مش بروح اللي يخصم منه برافع عليك هطرح منه بقى ايه مصروف اهلاك السيارات الهون اللي هو ب5000 جنيه اللي انا حسبته بطريقة القسط السابق وهروح بقى على قائمة المركز المالي ضمن الاصول الايه السابقة هيظهر الاصل السابت اللي هو في حالتنا السيارات بتكلفته التاريخية اللي هم كام اه التكلفة التاريخية للسيارات فاكرها كام كانت 55000 جنيه يبقى على طول هقول 55000 في الجزء واطرح منها ايه بقى مجمع اهلاك السيارات خب بالك اللي هم كام خمسة ايضا اللي هم كام خمسة يبقى كده ايه القيمة الدفترية للسيارات في نهاية السنة في 31-12 20-22 او 20-21 في السنة المالية بتاع القصة بمنشقة الطارق هتكون كام 50000 جنيه خب بالك بقى ان انا كده عملت حاجة جميلة اوه في قيمة المركز المالي طبقا لمبدأ الافصاح قلت ان السيارات عندي تكلفت 55 لكن قيمتها النهاردة كام 50000 جنيه ودي مبدأ عزاء الطلاب ان انا ما خبيش معلومة على المستخدمين للقوائم المالية مبدأ الافصاح الكامل ان انا لازم اعرف كده اللي هيشوف القيمة بتاعت المركز المالي هيقول اه الاصل ده هو التكلفته التاريخية 55000 جنيه لكن هو لغاية النهاردة خيمته النهاردة 50000 جنيه وفقا لطبعا طريقة الالاك اللي استخدمت فيه حساب مصروف الالاك الحاجة جاءت تانية اللي اخو ببالي منها مصروف الالاك خمسة ده وضع في قيمة الدخل مجمع الالاك خمسة ده وضع في قيمة المركز المالي ما تروح منين من التكلفة التاريخية للسيارات اخو ببالي انا ما حطتش المصروف هنا تعالوا نشوف نقطة تانية او نقطة رقم اتنية عشان يتأكد فيه منها اكتر ليه جرد الاصول السابتة وفقا لطريقة القسط الايه القسط السابت فالنقطة التانية بيقول لي استهلك الاساس بطريقة القسط السابت هنا حدد لي الطريقة خلاص يبقى احنا اتفقنا لو ما حدد ليش الطريقة يبقى استخدم طريقة القسط السابت طيب لو حدد لي قطر خير هو قال لي طريقة القسط السابت يبقى اما يديني عمر اما يديني معدل وهنا مع الأساس إداني يا عزيزي الطلاب قال لي العمر الإنتاجي لها أو للأساس له خمس سنوات يبقى على طول النقط الجزئية التانية هروح أقول بقى إيه يلا تعالى نحسب مصروف إهلاك إهلاك الآثاف طيب مصروف إهلاك الأساس هنا هرجع أشوف قيمة الأساس تعالى كان نرجع على ميزان المراجعة بص معايا كويس ده الأساس عندك بكام بستين ألف جنيه التكلفة التالخية لو خدت بالك في السطر التاني على اليمين ستين ألف جنيه الأساسي يبقى على طول ستين ألف جنيه طيب أنا عندي قيمة تخردية لا مش أنا بجيب وفقا لطريقة القصة السابت بجيب التكلفة التالخية للأصل وبعد كده اطرح منه القيمة التخردية وبعدين يضرب في المعدة العالمية ياسم مع العمر مش إحنا تكلمنا في الجزئة دي طيب هو ما تدنيش قيمة تخردية يبقى الأساس في نهاية عمره اللي افتراضي مالوش قيمة تخردية وتبقى قمته التخردية سفر يبقى برضو عشان ما نساش ممكن أقول ستين ألف نقص قيمة تخردية سفر لأن ما عنديش قيمة تخردية وخب بالك أي حاجة مش موجودة في القانون حطوا مكانها سفر عشان ما اتوش في الأول كده على ما تتضرب بعد كده أنت ممكن على طول بقى ستين ألف هنشل منهم سفر مش هيبقى إيه مش هيقصروا على ستين ألف يبقى هاخد الستين ألف انت في الأول يقعد اكتب إيه اه لن بطرح بجيب التكلفة التالخية للأصل سم على عمر اللي هو كام سنة خمس سنوات طب يلا كده إيه سم بقى ستين ألف جنيه بالقال الحسب على خمس سنوات يبقى هديك كام اتناشر ألف جنيه يبقى مصروف إيه لك الأساس للسنة الحالية اتناشر ألف جنيه طب ومجمع بقى إيه لك الأساس برافو عليك مجمع عليك الأساس بيساوي أيوة أي مجمع علي أصل مصروف السنة الحالية للأصل اللي هو طبعا في مثالنا اللي هو الأساس 12 ألف جنيه زائد مجمع إهلاك السنة السابقة تعالى كده نرجع لميزان المراجعة يا ترى في مجمع إهلاك أساس للسنة السابقة بص كده معاه في ميزان المراجعة أيوة في السطر الثاني على الشمال هناك خالص هو شايفهم 3000 جنيه مجمع إهلاك إيه أساس ده معناه إيه إن دي مش أول سنة يستهلك فيها الأصل السابق وبالتالي مجمع إهلاك السنة الحالية هيختلف عن مصروف إهلاك السنة الحالية لأن دي مش أول سنة يستهلك فيها الأصل السابق يبقى خدنا بالنا أعزائي الطلاب إن مصروف الإهلاك للأصل السابق أي أن كانت الطريقة تحسب به سواء قصة سابقة أو قصة متناقص بيساوي مجمع إهلاك للسنة الأولى فقط أما بعد كده المجمع بيختلف على مصروف زي ما نشوف في حالتنا أنا عندي مجمع الإهلاك للسنة السابقة 3000 جنيه وعندي مصروف إهلاك السنة الحالية 12 ألف جنيه الأساسي بقى 12 زائد 3000 يساوي 15 ألف جنيه ده مجمع عليك الأساسي بقى مصروف إهلاك الأساس 12 ومجمع عليك الأساس 15 أثر الكلام ده إيه بقى على القوائم المالية تعال نشوف الـ 12 ألف جنيه هنوضعهم في قيمة الدخل ضمن المصروفات يخصم منه والـ 15 ألف جنيه هيترحوا من التكلفة التاريخية للأساس اللي هم 60 ألف جنيه تعال نشوف الأثر على القوائم المالية هاجف قيمة الدخل في 31-12 أقول مصروف إهلاك برافو عليك الأساس أي رقم فيهم هاخد المصروف اللي هو 12 وهروع على قيمة المركز المالي وضمن الأصول هكتب الأساس بتكلفته التاريخية اللي هم كان نفتكر معايا ستين ناقص مجمع إهلاك الأساس للسنة الحالية اللي هو كام أعزاء الطلاب برافو عليك حسابته 15 ألف جنيه اللي هو كام مصروف السنة الـ 12 زائد مجمع السنة السابقة 3000 جنيه يبقى أنا كده حسبت مجمع لإهلاك السنة الحالية أستبعد بقى مجمع لك من التكلفة التاريخية عشان أجيبك قيمة الدفترية للأصل السابت في نهاية السنة المالية الحالية هقول ستين ألف جنيه ناقص خمستاشر ألف جنيه برافو عليك يكون الناتج كام خمسة واربئين ألف جنيه لما أجأ بص في قائمة المركز ما أقول أن التكلفة التاريخية لأساس 60 ألف مجمع لإهلاك الأصل الأساس يعني المبالغ اللي تنقص بيها الأصل السابت من يوم ما اشتريناها لغاية النهاردة 15 وقيمة الأصل السابت النهاردة عندي خمسة واربئين ألف جنيه هو دي القيمة اللي لو باعت بقى أقل منها يبقى أنا خسرت لو باعت الأصل بأكتر منها ده دي في حالة أن المنشاة تكون عايزة ببيها الأصل السابت يبقى لو باعت بأكتر منها يكون حققت ربح من عملية ببيها الأصل السابت طريقة سهلة أعزاب طلابه بسيطة وما تلغبطش وواحدة وواحدة وإحنا ما زلنا شغالين بطريقة القسط السابت وأنا عمال أقول لك شوات ملحظات مهمين دوانهم عندك يعني قلنا الأراضي لا تستهلك دوان قلنا ممكن ما يكونش عند قيمة تخردية قلنا لو لم يحدد لها طريقة للإهلاك يبقى استخدم طريقة القسط السابت يعني لو ما قال ليش يستهلك الأساس مثلا بطريقة القسط السابت أو اللي يستهلك الأساس بمعدل 10% سنويا وسكت يبقى على طول أعزاب الطلاب لو قال لي الجملة دية وسكت يبقى استخدم طريقة القسط السابت ما استخدمش طريقة القسط المتناقص اللي هنتكلم عنها بعد شوية إلا لو هو قال لي بطريقة القسط المتناقص دور الملحظات ديت عشان هتبقى ملحظات مهمة واتفيدك خب لك بقى من نوطة كمان إن معدل الإهلاك سانوي بمعنى إن أنا واشتريت قصد خلال السنة يبقى لازم أخد المدة في الاعتبار أخد المدة فين في الاعتبار أنا قبل كده ما كنت كنت أقول في 10 عالمية في 5 عالمية في الأمسلة زي المثال بتاعي لك السيارات قلت في 10 عالمية لكن لو جاء اللي إن السيارات دي شارينها في نص السنة وليا كل يوم بواحد سبعة وإحنا في 31-12 مش هقول في 10 عالمية بس لا وهروح أقالي تاني هحسب المدة من 1-7 على الغاية 31-12 تعالوا نشوف النقطة اللي جاية دي هنفهم أكتر إزاي بنحسب إهلاك الأصل السابت مع طبعاً مع طريقة القصد السابت النقطة اللي بقى لك ده بقول لي تستهلك الألات بمعدل 6% علماً بأنها مشتراة في 1-7 20-21 يبقى كده عزيزي الطلاب لما أجي حسب مصروف إهلاك الألات أعمل إيه؟ أجيب مصروف إهلاك الألات خب بالك معايا على طول طبعاً أنا ما قاليش أي طريقة يبقى طريقة القصد السابت برافو عليك يبقى جيب على طول الألات بكام أطلع كده فوق بص عندي الألات بكام عندي ألات بمئة ألف جدي طيب هي لها قيمة تخردية ما قاليش إن في قيمة تخردية يبقى ناقص سفر طيب هضرب فين؟ هو مديني وعدل يبقى في 6 على مية لك وخب بالك قال لي إيه؟ الأساس ده أو الألات دي مشتراة من كام؟ مشتراة من يوم 1-7 في السنة الحالية يبقى أنا لازم أحسد من 1-7 لحد التاريخ اللي إحنا منعد فيه القوام المليئة اللي هو 31 إيه؟ 31-12 هيبقى عندي إيه؟ هعد سبعة أخب بالك طالما من أول الشهر يبقى عندي سبعة وتمانية وتسعة وعشرة واحداشر وآخر شهر عندي كام؟ ستة يبقى من 1-7 لغاية 31-12 كام؟ ستة شهور ليه أنا حسبت المدة؟ لأن المعدة للإهلاك سنوي وطالما معدل لك سنوي لازم أخذ المدة في الاعتبار في حالة إن هو قال لي إن الأصل ده مش موجودة عندي من يوم 1-1 طب أنا عرفه زي ما قاليش إن الأصل مشتراة خلال السنة يبقى الأصل ده قريدي موجودة عندي من 1-1 زي ما شفنا في الحالة بتاعت السيارات لكن مع الألات قال لي ده إحنا شارينه من 1-7 يبقى أحسن بالإيه؟ على المدة اللي تخصه من يوم 1-7 من يوم تاريخ وجود الأصل عندي وحتى نهاية السنة المية من 1-7 إلى 1-3 إلى 12 هيبقوا 6 شهور يبقى أقول 100 ألف ناصر القيمة التخريدية طبعا مش موجودة سفر في 6 على 100 في 6 على 12 إيه 6 على 12 اللي أمه 6 شهور على 12 شهر في السنة على طول هيطلع عندي إضرب بقى 100 ألف في 6 في 6 على 100 على 12 يبقى يديك على طول كام؟ هيديك على طول 3000 جنيه طيب تعال رجع للمزال المراجعة كده عايز أحسب مجمع لإيه؟ مجمع الإهلاك طيب أنا عندي فوق كده في ميزال المراجعة مجمع لك للآلات بص معاك كده ما عنديش مجمع لك آلات لأنا عندي بس الآلات 100 ألف جنيه يبقى في الحالة دي يا عزيزي والطلاب هيكون مصروق أو مجمع إهلاك الآلات إهلاك إيه؟ الآلات للسنة الحالية بيساوي برفع عليك هيساوي 3000 لإني طالما ما عنديش مجمع إهلاك للآلات في ميزان المراجعة دي معناه أني أول سنة تشترى فيه الإيه؟ الإهلاك وإنت لو خدت بالك أصلا هو قال لي أن الإهلاك مشترى السنة دي فوق 1-7 يبقى أكيد ملاك هاتش موجودة عند السنة الإيه؟ الصبقة يبقى ملهاش إيه؟ يبقى برفع عليك يبقى ملهاش مجمع في ميزان المراجعة طيب أصر الكلام ده على قائمة القوام المالية هروح بقى على قائمة واروح على قائمة المركز المالي وضمن طبعا الأصول السابتة هكتب الآلات بتكلفتها التاريخية اللي هي 100 ألف جنيه واطرح منها مجمع إهلاك الآلات اللي هو كان برفع عليك 3000 جنيه اللي هو بيسوي مصروف السنة الحالية عشان يديني كان برفع عليك 97 ألف جنيه القيمة الدفترية للآلات آخر نقطة عندي عزيزا والطلاب بيقول لي تستهلك المباني بمعدل 5% سنويا علما بأن قيمة الأراضي 150 ألف جنيه نحن قلنا الأراضي لأيه لا تستهلك وإن كلمة العقارات بتشمل مباني وأيه وأراضي يبقى أنا أول خطه عشان نحسب مصروف إليك المباني خب بالك وما حدد لش ولا طريقة القسط السابت ولا طريقة القسط المتناقص يبقى نشتغل ايه طريقة القسط السابت لكن الاراضي لا تستهلك والمباني تستهلك والعقارات بتشمل اراضي وايه اراضي ومباني يبقى اول خطوة عندي في تميد الحل هجيب قيمة الايه قيمة المباني طب قيمة المباني هتساوي ايه هتساوي العقارات ناقص قيمة الايه الاراضي طيب تعال ارجع معاه للتبرين العقارات مدالي كم فوق العقارات 200 الف جنيه يبقى انا عندي العقارات 200 الف تحت اقل ان الاراضي كام الاراضي 150 الف يبقى كده قيمة المباني كام يبقى كده قيمة المباني خمسين الف جنيه تعالى بقى نحسب مصروف اهلاك المباني لان الاراضي لا تستهلك يبقى على طول اخد قيمة المباني اللي هي خمسين الف وهو هنا ما عندش خيمة ايه ما عندش خيمة تاخردية يبقى يقص سفر لانه نفتريط القسط السابق وقال لمعدل اهلاك المباني كام خمسة في المية بقى في خمسة عالمية طب بضرب بقى خمسين الف في خمسة عالمية تطلع بكم برافو عليك بقى Fortune 500 بقى مصروف إهلاك المباني كام للسنة الحالية 2500 طب ومجمع إهلاك المباني مجمع إهلاك المباني هيساوي مصروف إهلاك المباني للسنة الحالية اللي احنا حسبناه 2500 زائد مجمع إهلاك المباني للسنة الصابقة طب هجيبهم منين تعالوا كده مبص على لمزان المراقعة بص معاك كده هتلاقى عندك مجمع إهلاك مباني في السطر الثالث على الشمال 10.000 جنيه بقى دي مش اول سنة تستهلك فيها المباني بقول 2500 جنيه زائد 10.000 جنيه هيكون الناتج بتاع المجمع لك السنة دي 12.500 جنيه طيب اصر الكلام دي بقى على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي اروح على طول على قيمة الدخل وفي جانب في قيمة الدخل اكتب مصروف اهلاك المباني بكام بال2500 واروح في قيمة المركز المالي ضمن الاصول السابتة هكتب ايه بقى العقارات مكتبش الاراضي الوحدة والمباني الوحدة لان هو جايب لمصطلح العقارات مصطلح واحد في ميزان